في المشهد هنا هاري ترومن الرئيس الأمريكي الأسبق يتحدث عن كيفية إنشاء إسرائيل بعد طرد الفلسطينيين من أرضهم وعلى الخريطة بجانبه يظهر بوضوح اسم فلسطين ترومن سجل اسمه في التاريخ بمجموعة من الأمور الشمعة منها إلقاء القنبلتين النوويتين على اليابان أيضاً هو الرئيس الأمريكي الذي اعترف بإسرائيل بعد إحدى عشرة دقيقة فقط من إعلان قادة الحركة الصيونية قيام كيانهم فكانت أمريكا أول من اعترف بإسرائيل دولة خطاب ترومن وسياسته يثبتان دور أمريكا والاستعمار الأساسي في إنشاء إسرائيل وأيضاً ينفي كذبة قبول الإسرائيليين بمشروع الدولتين منذ الأساس وينسف أجذوبة تخلي الفلسطينيين عن أرضهم في زمننا الحاضر ومن منبر الأمم المتحدة التي تبنت مشروع تقسيم فلسطين إلى كيانين عام 1947 وقف نتنياهو بوقاح ورفع خريطة تضع كل الأرض تحت اسم إسرائيل فالهدف الصهيوني هو السيطرة الاستعمارية الشاملة التي تتعد فلسطين لم يكن نتنياهو ليرفع هذه الخريطة لولا الدعم اللامشروط والتاريخي الذي تتلقاه إسرائيل من واشنطن على مدى عقود تغيرت السياسات في أمريكا وتبدلت أسماء الرؤساء لكنهم سواء كانوا جمهوريين أم ديمقراطيين يكررون عبارة لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها رغم أنها كانت دائما المعتدية المحتلة فلماذا إذن هذا الدعم؟ بالنسبة لأمريكا مساندة إسرائيل تعني حماية المصالح ومشروع السيطرة على ثروات المنطقة ومواردها وهو وفق ما يقول بايدن أفضل استثمار تقوم به واشنطن إذن إسرائيل هي أداة حماية المصالح الأمريكية في المنطقة من سيطرة على النفط والغاز والممرات المائية إلى الثروات الطبيعية ولو لم تكن إسرائيل ومن خلفها أمريكا تحتل وتدمر وتصنع الحروب والقتل لكانت هذه الثروات طريق البلاد العربية إلى أن تكون قوة حقيقية في الساحة الدولية شكرا